اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مثلما وعدتكم في الحلقة القبل السابقة قلت بأنه ربما سنتحدث عنه عن تصريح آخر لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي واليوم فعلا نتحدث عنه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يقول في حومة هذا الوضع السياسي الكارثي الموجود بالعراق طبعا هذا ليس جديدا ومن 2003 لحد الان بنفس المصيبة في حومة هذا يقول الحكومة تعاملت مع الهجمات غير المنصفة بحوار والتهديئة من أجل التأسيس لسياسة تعتمد القيم الديمقراطية ونبذ العنف والاستبداد في العراق وعلى الأحزاب والقوى السياسية الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة الحالية أن تتعامل حكومة مع من يسيء إليها وهي على حق فهذا يعني كرم أخلاق منه لأنها الحقيقة حتى على مستوى الأشخاص حتى ديننا الحنيف يؤكد على التسامح يؤكد على التروي والعقل الكبير والتسامح والصدر المفتوح والعقل المفتوح كل شيء ويطالب بالمسامحة والطالب بالخير والسلام لكن أن يسيء لك أحد وتعفو عنه هذا شيء كبير حقيقة وانت هذه الصفة التي يسيء لك بها غير موجودة بك هذا شيء كبير لكن أن يتهمك الشعب أن يشخص الشعب كل مساوئكم كل مصائبكم كل فسادكم كل خرابكم فهل تواجهون الشعب هل تعتدون على الشعب هل تشتمون الشعب لأنه يقول الحقيقة هذه النحة للناحية الأخرى إذا كنت تقصد أن القوى السياسية التي معك في العملية السياسية التي جاءوا بك واجلسوك على كرسي رئاسة الوزراء فأنت منهم جزء منك والمصيبة مصيبتكم الكارثة والأزمة التي كورتوها ورميتوها في حضن الشعب والشعب من يتحمل مأساعتهم فالغير المنصفين ضدك والمنصفين معك فهذا جزء من صراعاتكم الطبيعية من أجل المكاسة ومن أجل الكراسي وهذه الصراعات مستمرة وجزء من حياة العملية السياسية التي أسسها الأمريكان جزء من هذا الصراع وهذه الشتائم والكل يريد أن يعني يظهر نفسك أنه وطني وحريص على العراق وعلى العراقيين وحريص على الأمن والأمان والسيادة والاستقلال وهذه هذه اللعبة كشفوها العراقين منذ زمن طويل ما عادت تنطلي عليه هذه يعني عيب الآن تتحدثون بها وطالبهم بحوار هذه من أجل تأسيس السياسة تعتمد القوى الديمقراطية أنتم بعد 20 سنة تتحدث لي عن تأسيس لقيم ديمقراطية هذه هي القيم الديمقراطية يا سيادة رئيس الوزراء لا تؤسس هكذا لا تؤسس بقوة لا تؤمن بالديمقراطية وجاءت مؤيدة للاحتلال ومؤيدة المشروعة وجاءت بالسلاح ولديها ميليشيات وفكر طائفي وفكر اجتثاثي هذه لا تؤمن بالديمقراطية وأنت تعرفهم وأنت جزء منهم ما علاقة الديمقراطية والطائفية لا يمكن لا يمكن أن تؤسس للديمقراطية في بلد فكر طائفي العملية السياسية قامت على المحاصصات الطائفية والعرقية فكيف يمكن أن تكون ديمقراطية هذه الكذبة من الأمريكان اللي قالوا وأسسنا ديمقراطية وحرية وتحدث الآن أي مسؤول بالعراق حرية طيب تماشي هذه الديمقراطية تحدثون عنهم ماذا أنتجت؟ ألم تنتج القتل؟ الدكتاتورية كانت تقتل وأنتم تقتلون ماشي أنتم لا ترضوهم بالدكتاتورية الدكتاتورية كانت تمنع التظاهرات أنتم تسمحون بالتظاهرات لكن ماذا تفعلون مع المتظاهرين؟ تقتلونهم تقتلونهم وتسجنونهم وتغيبونهم وتركون عليهم كلابكم وميليشياتكم تأكلهم هذا الذي يحصل؟ أم لا؟ هذا واقع الحال طيب وهذه التظاهرات يعني خرجت وتعبير عن الديمقراطية نعم ماشي طيب هل استجبتم لها؟ ماذا حققتم؟ ماتلس سنوات ثورة تشترين ماذا حققتم؟ قبلها كل التظاهرات من ألفين وعشر التظاهرات الكهرباء في البصرة الكهرباء لحد الآن غائبة صرفت عليها مئة مليار وكل سرقات وبوب يعني ما الذي تفرقون به عن الدكتاتورية؟ ما هي في الدكتاتوريات كثيرة أيضا تجري الانتخابات إذا كنت تعتقدون أن الانتخابات تجري الانتخابات مثل ما تقول أمريكا هي الديمقراطية هذه كذبة كبيرة تضحكون عليكم ما أنتم تضحكون على نفسكم لا تضحكون على الشعب العراقي ما أنتم لا تحترمون الديمقراطية كان 85% من الشعب العراقي لم يشارك في ما يسمي انتخابات المبكرة التي قبل سنة من الآن جرت وكان يجب أن تحترموا إرادة العراق تقولون هذه الانتخابات غير شرعية وفاشلة إذا كرت الديمقراطية لا، زورت وقلت أكثر من 40% شاركة وجدت تهنئة من الحكومة الأمريكية تهنئة من الحكومة البريطانية ومن الجامع العربية ومن المتحاد الأوروبي ومعرف منه هل ناقوم وتونستوه انتهى الموضوع وصار لكم سنة مشكلية الحكومة وين الديمقراطية؟ يعني شنو الديمقراطية شكلها؟ تعتقدون انه وسائل الإعلام تفتحت وسائل الإعلام تتحدث بكيفها؟ وماشي ما هذه جزء من الاستبداد؟ تسمعون ولا تنفذون؟ خليه يحجون نص صبح للليل ثانيا انتوا ايضا تلاحقون حتى وسائل الإعلام حتى التي بالقارج تلاحقونها وتتوسطون الدول وكذا لإسكات صوتها والكل يعرف هذا الحقيقة لا تعتقدون ان الناس لا تعرف هذه كذبة كبيرة عيب اي ديمقراطية تتحدثون من الديمقراطية غير شكل الديمقراطية منهج حياة وتربية من البداية ويبدأ بالبيت وتبدأ بالشارع وتبدأ في كل مكان وبالدائرة على مستوى السياسة وبالحزب هذه حزابكم الفاسدة التي جاءت بلا شيء والآن تملك مليارات وأساطيل وقادتها اخذوا مليارات ونهزموا لخارج هذه تعبير عن ديمقراطية هذه الديمقراطية جاءت بهذا الفساد والخراب والدمار ووصلت العراق إلى هذا المستوى نتبرأ من الديمقراطية إذا كانت هذه الديمقراطية واهلا بالدلتات التورية إذا كان هذا الشكل الديمقراطية هذا ليس الديمقراطية هذه كذبة كبيرة هذه ديكتاتورية مغلفة بهذا مثل البعض الذي يستغل الدين مثل ما في إيران يلبسون عمامة وعبايا وتحدث بالدين مسهول ليس له علاقة بالدين هذه هذا القضية فأي قيم ديمقراطية ونفذ عنف يا نفذ عنف والسلاح في كل مكان والميليشيات متحكم وتستعرف الشارع أنت ما تستطيع أن تفعل لهم شيء احتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية حوار بينكم ما الشعب مقاطعكم تتحاورون بينكم لتشكيل الحكومة مثل ما دعت بلا سخارت قلكم شكل حكومة هي تتهمكم بالفساد والخراب وتقولها العملية السياسية غير مفيدة وخراب ودماره ولا يمكنه إذا استمروا يدمرون العراق كل شيء قالت وبالتالي تقول أقعدوا يعني تفقوا بيناتكم وتحاوروا بيناتكم وشكلوا حكومة وإذا شكلت حكومة هل ستنتهي الأزمة؟ لن تنتهي الأزمة والثورة قادمة قادمة لا يمكن لا محال هذا الكلام لا يمكن قبول فبالتالي يعني هل تصلح السؤال المهم هل يصلح أن تكون حكومة مثل معلق رياوي يعني تصف لنا الأحداث ما يحصل يتقاتلون بالمنطقة الخضراء الميليشيات تتقاتل فيما بينها وهي عازل نفسها يعني هذا من الحكمة هذه الحكمة أن الحكومة تعزل نفسها وتنقل لنا الأخبار الجهات تنقل لنا الأخبار الحكومة مم معلق رياضي مواصف الأحداث الحكومة هي من يصنع الحدث هي من يضبط كل شيء هي من تأخذ القانون وتطبقه على الجميع من الصغير إلى الكبير لا تقبل أن يمثل قانون وأن يتجاوز عليه أحد هذه الحكومة والحكومات في كل الدنيا لذلك تحترم هذه الحكومات لأنها ترعى الإنسان وترعى القانون وترعى حقوق الإنسان وذلك الناس يؤمنون بحكوماتهم ويقتلون وهم يدافعون عنها لكن الشعب العراقي الآن وقفوا بالشارع تقدرون توقفون بالشارع الشعب يأكلكم الحقيقة هذه كذبة كبيرة فبالتالي هذه التصريحات حكومتي تعاملت مع الهجمات غير المنصفة طيب وماذا فعلتم بالهجمات العسكرية التي عليكم ما دزولك طيارات مسيّرة ماذا فعلت ميليشيات وقفت في باب المنطقة الخضراء وداسك على صورك هل هذه الديمقراطية له هذا انفلات وفوضى وخراب ما هذا الذي يحصل يشجع الكل على أن أن يضربوا بعرض الحاط كل ما يأتي من الحكومة لأن الحكومة خائفة حكومة ما بيدها سلطة هناك رؤوس كبيرة وكثيرة تحكم العراق وأصغرها رأس الحكومة هكذا يعرف العراقين هكذا يعرف شعب العراق فالهذا هو التصرف الحقيق ومنطقة الحوار هذا أين سيؤدي بكم بهذه العقول الخاوية والرثة التي حولت العراق إلى خرابة إلى مقبرة كبيرة أين سيؤدي هذا إلى زيادة القتل والدمار والخراب هذا واقع الحال الحقيقة وهذه تصريحاتهم وهذه محاولاتهم لتضليل الناس ولا يمكن أن يضللوا الناس بعد ذلك عشرين سنة تكفي وكافية جدا جدا لو كان عندكم ذرة من أخلاق وضمير يعني وهذا غير متوفرة يعني اهربوا وتركوا العراق تركوا تركوا هذا البلد خلي ابني نفسه تركوا هذا الشعب الطيب الشعب الرائع الشعب المسكين اللي يسرقته أمواله وسرقته ثرواته وسرقته دمه وحياته وخربته للبلد تركوه يكفي ها تجربتكم الرثة انتهت خلاص تركوه خلي جرب تجربته خلي طبق تجربته هذا الشعب ويعرف يعيش ويبني بلده من جديد ويحتاج له عقود طويلة حتى يستطيع أن يقف على قدمه يكفي يكفي هذا مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ترككم بالخير وانتقيكم في حلقة النوفاء لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة